الكلمة واللحن هما دائما وشيكة حب وجمال تمنح الحياة أمل بشرة وتفاؤل مساء الخير على الفنان الجميل مجذوب أنسى وأسرة الفنان الجميل أيضا تحية طيب عبر هذه الحلقة من ظلال الأصيل على قناة الشروق مستمرين من خلال موضوعاتنا المختلفة اللي احنا نقدمها دائما وأطروحاتنا اللي دائما نقدم فيها فائدة لكل فئات المجتمع السوذاني سعيدة جدا مشاهدينا أن ألتقي في هذه المرة بواحدة من الشخصيات السودانية اللي عندها موهبة جميلة جدا لأحد الأنشطة الجميلة الرياضية اللي تحتمد دائما على الذكاء الأستاذ عاصم علي العبيد سعيدة بك وأقول لك مساء الخير عليك مساء الخير أستاذة منا ومساء الخير على كل مشاهدي برنامج الزلالة العصيل أهلا بك ويعني دائما الملكات الخاصة اللي بتحتمد على الذكاء فيها تمييز ويعني أنت كنت مواصل السودان في هذه اللعبة والفوز دوليا في لعبة الشطرنج يعني واحدة من الأنشطة المتميزة جدا يمكن كثير مننا في مجتمعنا السودان دائما بيحتمد على اثنين من الأنشطة الرياضية في السودان يعني مثلا بنلقى الناس كل التركيز على كرة القدم كل التركيز مثلا على منشطة الصباحة ولكن هذه اللعبة المميزة الشطرنج يعني أنا بفتكر إنها هي لعبة جميلة جدا فيها بنلقى تجمع للأصدقاء للأهل للأقارب حدثنا عن تاريخ هذه اللعبة أولا وبالتالي أنت بدأت تمارس هذه اللعبة طيب بسم الله الرحيم طبعا فعلا لعبة الشطرنج هي لعبة قديمة جدا منذ العصر الجاهلي يعني الشطرنج لعبة قديمة جدا ومتطورة وحاليا في السودان يعني بدأت هذه الرياضة يكون عندها جماهيرية كبيرة جدا من خلال الشطرنج المدرسي ومن خلال الشطرنج الجامعي وزي ما انت قلت يعني هي فيها الناحية بتاعة الجو الأسري نكون مرسوها في البيت كل أفراد الأسرة فيها حميمية كده يعني نعم نعم طبعا أنا يعني من الزمان بشوف اللعبة دي بشوف الكاروهات فبكون نفسي أدعلم الحاجة لكن بلقى فيها صعوبة يمكن عشان كده الناس شوية بعيدة منها لأنها فيها حبة صعوبة كده هي شطرنجة طبعا رياضة ساهلة جدا تعلمة ساهل شديد يعني ما فيها صعوبة لكن طبعا دايما يقول لك المرء عدو ما يجهل يعني دايما لحنا المام لكون عندنا معلومة عن الحاجة بيكون مقاوفين منها يعني أنا دار طميني كنه من خلال نصف ساعة فقط أنت ممكن تكون بتعرفة تبقي لاعبة شطرنجة يعني بخلال اللي شرحوا لكي حاسي بالذات اتطور الشطرنج كتير وبيقى في أكاديميات وبيقى في مدربين عالميين وبطولات عندنا اتحاد سوداني وعندنا اتحاد ولائي وعندنا اتحاد دولي واللعبة أخذت انتشار كبير جدا يعني مع تطور بتاع التكنولوجيا والحاسوب حتى فكرة دخول التطبيقات يعني أنا الناس بتلعب مثلا الكوتشينا بتلعب الليدو بتلعب الشطرنج في التطبيقات والله يا أستاذ أنا دار اقول لك حاجة في الحتة بتاعة الليدو والكوتشينا تحديدا وارتباطهم بالشطرنج أنا دار اقول انه الشطرنج يعني عكس تماما يعني ابعد ما يكون من الكوتشينا والليدو يعني ممكن تكون إشنا ما ربطناهم لكن أنا فكرة التطبيقات زاتة توفر التطبيقات عشان أنا ما في حتة دار يعني أذكور أنا فعلا أنه فعلا أن الناس بيقول لك يعني دايما بي بيضربوا مسأل بيضمنة والشطرنج هي الرياضة الزهنية الوحيدة المحتربية عالميا وشطرنج يمكن الرياضة الوحيدة ما فيها عامل اسمه عامل الحظ يعني الحظ لا يلعب أي دور في الشطرنج يعني مهارة سكاء أكيد يعني ما زي أو زي مثلا كرة الغدن مهما يكون الفريق متجانس ولعاب جدا ويعني متفق جدا في اللعبة بتاعته أو في اللعبة زاتها لكن قد يلعب الحظر في الخصم يعني ويديه الفوز ولكن في الشطرنج الواحد بيحتمد على الزكاة على المهار على التدريب على فكرة إنه هو كيف يقدر يأسس لمشروع هذه اللعبة لعبة الشطرنج ويقدمها في أحسن صورة هو تأكيد لكلامك داء الاحتمادية في حاجة يسمى الاحتمادية اللي هو التحمل المزولية لأنه في الشطرنج اللعبة هي لعبة فردية فإنت لو اتهزمتها ما أحد تقول تاخد شماعة تانية الحارس تعبان الحكم ظلمني الهواء ضقت في العرابة أنا غايته بس بذكر الملك وفي حاجة زي الحسان يمكن دي التولسي بتاحت اللعبة زاتها في حد زاتها يمكننا تكلم عن الشكل زاته يعني الشكل هل يتفاصيل هي كده الشكل طبعا هو شبيه بمملكة النمل ومملكة النحل اللي هو زي ما في ملك في ملكة يمكن الناس ما عارفين إنه الملكة دي أقوى قضاءة يعني زي ما النملة الملكة هي أقوى نملاية وفي مملكة النمل وفي مملكة النحل برضو الملك أقوى نحلاية في الشطرانج عندنا أقوى قضاءة هي الملكة اللي هو بيسموها في الأواسط الشعبية بالوزير أو المنستر وزير الملك أيوة هو هي في الحقيقة التسمية العلمية ليها كوين ملكة كين وكوين يلا زي ما في ملك وفي ملكة كمان الملك عنده رخ نقول عليه رخ الملك وحصان الملك وفيل الملك والملك وأيضا الملكة في رخ حصان وفيل يبقى في رخين رخ الملك ورخ الملكة حصانين حصان الملك وحصان الملكة وفيلين فيل الملك وفيل الملكة دل بيكوينه تمانية جطاع أنا دل هحفظهم في نفس الساعة كيف؟ ما هي صعب بنتك بلقوا طيف المستساعد ممكن تتعلمي أنا حفظهم كيف في نفس الساعة؟ لا بيتحفظهم يعني بديموا بارت بيتحفظهم يعني اللوحة يعني صعب انه تحفظهم هسا وأنا بقولهم كده سهيل لكن لما نكون في اللوحة بتحت التدريب قاعدين في اللوحة أيوة أيوة المزالة بتكون لك سهلة شريمة بأنه أشكالهم زاطة مميزة وواضحة يعني أنا دايرة عرف إذا في فريقين من الشطرنج عدد العدد كم يعني؟ أيوة وطبعا الشطرنج بتتلعب ما بين الأبيض وما بين الأسود الأبيض 16 اللي هو 8 قطع زي ما ذكرته رخين وحصانين وفيلين وملك ووزير وملك وملكة اللي هو بالإضافة إلى 8 جنود بكونوا 16 دا الأبيض والأسود برضو 16 قطعة وهي إدارة ماركة لكن ما في احتياطي صح؟ احتياطي ما في لا في حاجة ما في احتياطي لكن في حاجة يسمى الترجية في بيدك لما يصل الصفة الثامن ممكن يتحول لملك عديل أنا لايما بسمح كيش ملك كيش ملك طبعا هي تكتب ولا تنطق يعني أنت لو قلت لي كيش ملك أنا ممكن أن أنادي الحكم ممنوع يعني التحدث مع المنافس عشان ما أوتره الزاد لما أنت قلت كيش ملك هي لعبة صامتة 100% بالضبط كده لعبة تعتمد على الصمت يعني أنه يكون يفكر يعني طبعا مرتبطة بزمن معين ما مفتوح سايد مرتبطة بزمن معين ويتعلم حيات كثيرة صراحة الشطرينجي بتعلم الذكاء السيغة بالنفس السرعة 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 اتخاذ الغرار التخطيط الاستراتيجي يا سلام مهارة حل المشاكل ودي أهم مهارة مفروضة الإنسان يتعلم في العصر الحديث يمكن مؤخرا يعني أنا بشوف في المدارس يعني في المسابقات بتاعة اليوسي ماسة اللي هي فيها تنمية القدرات والزكاء وكده ليه ممكن أنا أدخل النوع ده مثلا من الأنشطة في المدرسة لأنه أنا بفتكر دائما إنه طلاب الأساس هم خام لإستيعاب أي معلومة ممكن يكون فيها زكاء وممكن فيها مهارة يمكن الشطرنج إضافة لأنه غير المزارة بتاعت الكالكوليشن اللي بتشتغل عليها اليوسي ماسة هو بشتغل على الجانبين الجانب الأيمن من المخ والجانب الأيسر الجانب المزئول من الحسابات والجانب الأيسر المزئول من الخيار والإبداع فالشطرنج زي ما قولت ليكي إحنا عندنا أكاديمية يسمى أكاديمية نيورايزون للشطرنج أنا المدير الفني للأكاديمية دي عندنا حاجة يسينا مبادرة الشطرنج المدرسي وشغالين على المدارس في تجاوب أكيد تجاوب كبير جدا أي مدرسة نمشي لها ونعرض عليها البرنامج بتاعنا إلا كانوا مرحبين جدا يمكننا أنها زي ما قلت عارفين هم أهمية الشطرنج حتى أساس الرياضيات بالزاد كانوا بقولوا تعالي شيلوا حصة من جدولنا في كل كلاس على سين تدرسوا الناس الشطرنج على فكرة يعني هي ممكن تجاوب حتى المؤسسات يعني أنا أفتكر أنه دائما اليوم الدوام طويل يعني أنا إذا بد الموظفين مثلا فليت بعيدا عن المدارس وستزاعة مثلا إلعابوا أي نوع من أنواع الأنشطة الرياضية التي فيها تسلية مثلا تينيس شطرنج تفاصيل أفتكر أنه الواحد خصوصا مثلا في مجتمع الإعلام طبعا دائما بدعم مجتبعي فالزلبي هو بتحفز بيجي بطاقة جديدة وبأفكار جديدة بدلا ما يكون في يوم طويل هذا كلام جميل هو الحقيقة أشكرك عليه ونعتبر ذلك مبادرة منك أنت ذاته تمام أنا رأينا على الموت يعني أنت بدأتين طرف الخير مبادرة تكون منا نحن مجهزين أنه نعمل ورشة مجانية لكل العاملين وأسرهم عن الشطرنج لأنه بجد الشطرنج يصغل المهارات ويرفع الغدرات يعني أنا السؤال الجميل لصراحة ما عايز أمرره ساكن نحن عندنا خمسة مهارات أساسية بنعلمه للاعب الشطرنج أو الزولة دالة يلعب الشطرنج اللي هي مهارة التحليل التغييم الرؤية الحسابات إدارة الوقت يا سلام خيال لي لو يعني النسان ينتقل خمسة مهارات دي فأكيد بيكون نسان مميز وحيكترين لعطاء حيكترين لعطاء طيب طيب يعني إحنا بنختم فضلينا دقيقتين ثلاثة كده نتكلم عن المشاركات الخارجية والاحتكاك الخارجي وأنت ممسر السودان فارجيا نتكلم عن فكرة هذه المشاركات ولأي مدى ممكن إحنا كمجتمع سوداني رياضي نستفيد من هذه اللعبة والله أنا أقول لك حقيقة طبعا إحنا الوطن لازم إحنا نحتفي بوطننا وبالإنجازات اللي بنحقيقها على الكل الأزعيدة لأنه الرياضة أصبحت سفارة يعني إحنا قبل شهر من الآن شاركنا في بطولة الأندية وبطولة المدن العربية كانت غيمة بجمهورية مصر العربية مع نادي الفروسية والحمد لله تمكننا من إحراز إتناشر ميدالية وأحرزنا المركز الثاني على مستوى الوطن العربي كله والدين المباريات كبيرة جدا جدا ويعني يمكن داول إطلالة الإضافة شنو يعني اللي قاها المجتمع الرياضي في قعبة الشطرنك يعني مجتمع السوداء من المشاركة الإنجاز في حد زاته يعني أنا ما عايز أقول إنه بعض المناشط ما قاعد تنجز يعني لكن يعني إتناشر ميدالية في بطولة واحدة أنا بتخيل لي إنه مفترض يعني الحياة دي تلقى يعني تسليط من الضوء أكتر يعني يعني أنا هنا مناشطة لكل الشركات الغطاع الخاص والغطاع العام ومؤسسات الدولة إنه الشطرنج الاهتمام بالشطرنج لأنه الشطرنج يوجد أبطال يعني يحرزون إنجازات على مستوى عالمي ممكن إحنا ممكن يكون على فكرة فيها يعني إضافة دخل اقتصادي للسودان من المشاركات دي مما يحملون من جوائز مثلا حيث قيمة يعني يعني موجود اسم السودان ذاته يعني لارقول ليك حسي مثلاً دولة غطر الشغيغة أنا من هنا بحيي يعني الإصطدافة اللي عملوها دي يعني بهرت العالم كله صحيح احتفاء بالذات ده أهم حاجة يعني لازم نحتفي بحاجاتنا صحيح ويسلط الضوء عليها يعني ومن هنا نرعى الموهوبين يعني والمبدعين اللي بيقدروا يحققوا إنجازات للوطني صحيح صحيح ونحن دائما بيقول الجسم السليم بالعقل السليم نعم بغد النظر عن نوع الرياض اللي أنا بمعارسة لا بد من إنه أنا أهتم بيها كشخص عشان أنفع نفسي بعد كده كمجتمع أنفع للسودان الحبيب ومن ثم الرسالة ممكن تكون موجهة حتى للدولة سيادية الموجودة الآن في إنه كيف ترعى وتهتم بكل الأنشطة الرياضية الموجودة في السودان إذا خصصنا مساحة للعبة الشطن شكراً لك الأستاذ عاصم على العباد شكراً نورتنا شكراً لك الله ديك العافية شكراً جميلاً اللي بتواصلوا معانا عبر هذه الزلالية